اشتركوا في القناة شاركيها بمبايعة الخليفة المزعوم لما يسمى بتنظيم داعش قبل ان يخططوا لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف امن واستقرار المبلكة عبد الحفيد المنور معه التفاصيل ضربة جديدة توجهها المصالح الامنية ببلادنا للمتشبعين بالفكر المتطرف المكتب المركزي للابحات القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطن يتمكن من تفكيك خلية ارهابية من ثلاثة عناصر مولين لما يعرف بداعش الموقوفون تتراوح امارهم بين الستة وعشرين وتمانية وعشرين سنة ينشطون بمدينتي انزقان واتملول بلاغ للمكتب المركزي للابحات القضائية يفيد بان الابحات والتحريات الاولية المنجزة تؤكد ان زعيم هذه الخلية الموقوفة قام بمعية مشاركيه باعلان بيعته للخليفة المزعوم لتنظيم ما يعرف بداعش قبل ان يخطط لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف زعزعة امن واستقرار المملكة وقد افادت اجراءات البحث والتتبع ووفق المكتب المركزي ان افراد هذه الخلية الارهابية كانوا بصدد البحث عن اسلحة نارية ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة وتؤكد اجراءات البحث كذلك اشادت الموقوفين بالعمليات الارهابية لتنظيم داعش بعدد من الدول الاجنبية عملية التوقيف اسفرت عن حجز اسلحة بيضاء كبيرة ومتوسطة الحجم بالاضافة لاجهزة الكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف ويضيف البلاغ بان المشتبه فيهم تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية من اجل تعميق البحث معهم تحت اشراف النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم للعدالة وتدخل هذه العملية الامنية في اطار الجهود المتواصلة للمكتب المركزي للامحات القضائية لمواجهة تهديدات الارهابية المتربسة بامن واستقرار المملكة ويحضر ضيف معنا في بلاتو ظاهر احسان الحفظ المختص في شؤون الامنية انا بك احسان اذا اين تتجلى خصوصية هذه الخلية التي تم تفكيكها اليوم بمدينتي انزقان وايتملول والحق هناك ملاحظتين اساسيتين الملاحظة الاولى هي التهم جغرافيا نشاط هذه النوع من الخلائية نتحدث اليوم بشكل مستجد عن منطقة ضحوية بمنطقة ايتملول وانزقان طبعا الولوج الى هذه المناطق او محاولة الاشتغال من داخل هذه المناطق بالاعتبار حجم تغطية الامنية الذي يحد او يعني يقل في الضواحي مقارنة بالمدن الكبرى اذا هذه الملاحظة الاولى وهو نوع من التنويع الجغرافي لنشاط هذه النوع من الخلائية الملاحظة تانية تكمل في استمرار ارتباط هذه الخلائية بتنظيم داعش دائما عنصر المباعة يحضر هنا بمعنى ان هناك ارتباط عقائدي فكري وتوجهي بما يخص نشاط هذه الخلائية التوقيت ايضا هنا مهم نتحدث عن محاولة هذه التنظيمات الاعلان عن بقائها او عن استمرار نشاطها من خلال هالنوعية من الانشطة الاجرامية ومن خلال هالنوعية من الاتصالات بتنظيم الدولة في بؤر التوتر وهنا يمكن ان نسجل ايضا ان الاسرار على اعلان استمرار هذه التنظيم على قائل الحياة وهو ما يفسر مثلا الاعتداء الذي تم على موظف بمؤسسة سجنية من قبل موقوف في جريمة ارهابية في التفكيك خلية تمارة لانه كان الهدف بالاساس من عملية القتل وهو الاعلان عن استمرار النشاط الاجرامي لهذه التنظيمات الارهابية بنعنا على خصوصية التي توقفت عندها احسان الحافظي كيف نفسر استمرار المد الخلايا التي ترتبط بتنظيم داعش وبالحقيقة استمرار نشاط هذه الخلايا يوازيه ايضا استمرار اليقادة الامنية الدائمة والمستمرة للاجهزة الامنية طبعا برسمة السنة الحالية نتحدث عن تفكيك ست خلايا ارهابية بتوقيف ايضا ما يقارب 24 مشتبها فيه في قضايا الارهاب هذا الرقم يبقى مرتفع يعكس ايضا ارتفاع تهديد او منصوب تهديد الامني لسلامة الافراد والممتلكة الداخل المملكة لكن هو رقم ايضا يقل بالمقارنة مثلا مع هذا الخلايا التي تفكيكها في رسم سنة 2019 والذي يتجاوز 13 خلية بمعنى ان هناك نشاط امني مكتف يقيد ومستمر لمدينة مراقبة السورة بالوطنية على صعيد محاربة هذه النوعية من الشيطة الاجرامية اليوم شكرا لك احسان الحافظي على كل هذه توضيحات المختص في شؤون الامنية وكما سلبت ذكرى في العنوين مدن عدة باتت مشمولة اليوم بالاجراءات المشددة لتطويق الوباء وزان ضمن هذا المربع التنقل من وإلى المدينة بات برخصة استثنائية حضر لتجوال ليلا وتوقيت شديد لمجموعة من الانشطة التجارية المقاعات الرياضة ملاعب القرب والحمامات ومحلات التجميل والحلاقة فقد اغلقت في وزان اجراءات تسري لأسبوعين من وزان هشام الصني والمتابعة معك يا رحمة حناو التنقل من وإلى مدينة وزان أصبح منذ السبت الماضي رهين التوفر على رخصة استثنائية والتجول ممنوع بين التسع مساء والخامسة صباحا إلا لضرورة قصوى مبينة بينما تغلق المطاعم والمقاهي والمتاجر عند الثامنة مساء إجراءات من بين أخرى ستخضع لها المدينة على مدى أسبوعين اثنين أنا كمواطن ما كرهت شيء من الخمسة ما يبقى يدور توحيد ويسدوا القهاوة ويسدوا هالألفة أثار علينا بزاف تقصيدات من زيان شيء وهذا الشي رام الصالح لنا وهذا الكمامة رام الصالح لنا ما يعديوش الناس وما يعديونا شي الناس ما زال رخصنا واحد بجموعة من الإجراءات التي تتعلق بمسائل الاحترازية وخاصة في المقاهي والمطاعم وأملا في كبح انتشار العدوى يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص في الأماكن العامة وداخل فضاءات العمل وباستثناء الصيدليات والعيادات الطبية أغلقت أقاعات الألعاب الرياضية وملاعب القرب والحمامات ومحلات التجميلة بينما تغرق عند الخامسة مساء الحضائق العامة والأسواق كانوا ممكن يخفوا علينا الأمر مثلا واحد بواحد هو اللي نديره حاليا نحن نديره واحد بواحد كان الحمد لله دب التليفون دي الكليان كتعيط له جاي عندك واحد المزموعة تشابه كيش تغلو في هذا المزال هذا وبالتالي أن القرارة شوية كان قاسي وحب هذا لو تم التراجع عنه مع فرض إجراءات قاسية أو لا صرمة في حق الحلاقة على الأقل يكون واحد وجدوا علماء أن القرارة تتكلم على تجمعة مفقش خمسة الأشخاص والمحلات الحلاقة غالبا ما تتجوش هذا العدد هذا بين مرحب ومتحفظ ينقسم أبناء دار الضمانة حول هذه التدابير الممكن اعتمادها لفترة إضافية إن لم يتحسن الوضع الوبائي بالمدينة السلطات تشدد أيضا على ضرورة الالتزام بباقي الإجراءات من تباعد ووضع للكمامة من أجل حصر رقعة العدوى أمس فقط أحصت المدينة الجبلية 35 حالة إصابة جديدة وحالة وفات إلى قائمة المدن التي تشملها ذات الإجراءات الاحتراصية بهدف تطويق أرقام الإصابات التي ارتفعت بشكل مقلق في الأيام الأخيرة إن ضافت المدن التالية تارودانت وتونات ثم جلميم وتزنت وعدسة الظاهرة تقودنا إلى أجادير لأسبوعين أيضا أجادير إذا وتنان ستخطع لنفس التشديد ولنفس الغاية شواطئ أجادير أغلقت أغلقت أيضا كل الحمامات ومحلات التجميل باستثناء محلات الحلاقة وعند الثالثة بعد زوال تقرر إغلاق سوق الحد أسواق القرب وتوقيت جديد لمجموعة من الأنشطة التجارية التنقل من وإلى أجادير اليوم برخصة استثنائية عبد الحفيظ المنور في روبرتاج رفيق أغومت عمالة أجادير الدوتنان تدخل مرحلة جديدة من التصدي لكوفيد 19 التاسع عام ليلة أمس دخلت الإجراءات الجديدة والمتخدة على مستوى الإقليم حيز التنفيذ ومنها منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين التاسع مساء والسادس صباحا مع استثناءات لدواعي صحية أو مهنية وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى عمالة أجادير الدوتنان نقدر للوضع الصحي ولمعدل انتشار هذه الجائحة على مستوى عمالة أجادير وتبعا لرصد اللجنة المختصة وكذا أشغال اللجنة الإقليمية لليقضاء والتي سجلت ارتفاعا مقلقا بل خطيرا على مستوى الحالات بإصابة هذا الوباء مما توجب معه اتخاذ مجموعة من القرارات الصارمة والإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية ومن بين الإجراءات المتخدة والتي تمتد لأسبوعين إغلاق الشواطئ ومنع ارتيادها وإغلاق سوق الأحد وأسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا وإغلاق القاعات الرياضية ومحلات الألعاب والأنشطة المشابهة وإغلاق الحمامات ومحلات التجميل باستثناء محلات الحلاقة ويشمل الإغلاق كذلك ملاعب القرب والمنتزهات وبخصوص المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية تم تحديد ساعة الإغلاق في الثامنة مساءا نأيد هذا القرار لأنه قرار في محله للحد من التفسي من الجائحة ولكن صحيح عندهم إكاسات سيليبية على القطاع ديانا كما تنطلبون من جميع المطائم دات سيبغة سياحية لجهة السوس تلتزم بالاحترازات والتدابير الصحية التي تنص عليها سلطة محلية واحدة المجموعة من القطاعات ستتم تعطلي الهاب بشكل كبير واحدة المجموعة من القطاعات ستتأثر بشكل مباشر وهذا الشيء الذي يخصنا أن نتدوله مجموعين كمغاربة اليوم يخصنا أن نعاو على أساس أن الوباء منتشر ومن بين القرارات المتخدة كذلك تخصيص 50% فقط من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي وتوقيف النقل عبر الحافلات على الساعة التاسعة ليلا وتشجيع العمل عن بعد من طرف كل المؤسسات عند الإمكان إجراءات تأتي في ظل وضعية وبائية مقلقة بالجهة كاملة سوس ماسا سجلت أمس 11 وفاة و581 حالة إصابة بكوفيد-19 لأربعة أسبوع أخرى قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدار البيضاء والمحمدية والنواسر مديونة برشيد ثم بن سليمانة تقرر إذن الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا أمام الرقام تواصل منحها التصعض في جهة البيضاء ستات والجهة تتصدر قائمة المناطق التي يسجل بها أكبر عدد من الإصابات اليومية ألف ومائة وسبع وخمسون إصابة إضافية سوشلت بالأمس في الجهة من مجموع الحالات الجديدة بلغت وطنيا ثلاثة ألاف وتسعمائة وتسع وسبعين إصابة جديدة الوضع الوبائي في الأربعين وعشرين ساعة الماضية معك ياسي الكوينتي فيروس كورونا يواصل سرعة الانتشار بالمملكة بعد تسجيل تلاتة ألاف وتسعمائة وتسعين وسبعين إصابة شديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمال إلى تلاتمائة وأربعين وعشرين ألف وتسعمائة وإحدى وأربعين حالة وعلنت وزارة الصحة في النشرة اليومية عن تسجيل تلاتة ألاف وسبعمائة وستين وأربعين حالة شفاع ليرتفع إجمال حالات المتعافين إلى مائتين وسبعين ألف واربعمائة وسبعين وخمسين حالة بنسبة عافي وصلت إلى تلاتة وتمانين فاصلة اثنين في المائة كما تم تسجيل ستين حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى خمسة ألاف وتلاتمائة وستة عشرة حالة لتستقر نسبة الفتك عند واحد فاصلة ستة في المائة وتتصدر جهة الضرب ضأسطات جهات المملكة من حيث عدد الإصابات المسجلة بألف ومائة وسبعين وخمسين حالة متبوعة بجهة الرباط صلى القنيطرة بسبعمائة وسبعين وخمسين حالة وبلغ عدد الحالات الخطرة أو الحرج الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة وصل العدد الإجمالي إلى تسمائة وستين وتسعين حالة خمس وتسعون منها تحت التنفس الاستناعي الاختراقي وخارج المغرب منظمة الصحة العالمية تحذر من موجة ثالثة للوباء داخل القارة الأوروبية القارة الأوروبية التي تسابق الزمن من أجل اللقاح وبشأن اللقاح أمريكا تقول إنها ستشرع في عملية التطعيم قبل منتصف دوشمبر المقبل والبقية معك جليلة بنفت رغم القيود المشددة في العديد من الدول عبر العالم لاحتواء وباء كورونا منحن الفيروس في تصاعد مستمر تسعة وخمسون مليون مصاب مقابل مليون وأربعمائة وفات على رأس القائمة الولايات المتحدة الأمريكية فيما أوروبا مهددة بموجة كورونا ثالثة أو إلى عام 2021 حسب منظمة الصحة العالمية التي حذرت من هذه الموجة الثالثة إذا لم تعمل حكومة هذه الدول على إقامة بنيات تحتية لازمة لمواجهة الجائحة ولمواجهة هذا الفيروس تساعد دولا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لحملات تلقيح ضد فيروس كورونا بعد النتائج المشجعة لتجارب النهائية على العديد من اللقاحات فرنسا أعلنت عن بدء توزيع لقاح ضد الفيروس اعتبارا من يناير حيث تم تخصيص مليار ونصف المليار يورو لعملية التلقيح خلال العام المقبل وفي بلجيكا أعلنت الحكومة نيتها تلقيح 70% من السكان على الأقل وضمان مجانياته لكل مواطن من جهة أخرى قالت شركة أسترازينيكا اليوم أن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد أظهر متوسط فعالية 70% وفي بعض الحالات يصل إلى 90% الحكومة البريطانية طلبت 100 مليون جرع من هذا اللقاح لكنها أعلنت أنها لن تقوم باستخدامه حتى يتم تقيوم سلامته من الوكالة الوطنية للأدوية نأمل أن نتمكن من البدء في التطعيم في الشهر المقبل الجزء الأكبر من برنامج طرح اللقاح سيكون في يناير فبراير مارس ونأمل أن تعود الأمور إلى وضعها طبيعي بعد عيد الفسح وفي الولايات المتحدة الأمريكية توقع منصف سلاوي رئيس فريق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطوير وتوزيع لقاح كورونا البدء في توزيع اللقاح الذي طورته شركة فايزر في 11 من الشهر المقبل وقال أن تلقيح نحو 70% من السكان سيكون كفيلا بتحقيق مناعة حقيقية وبعودة الحياة لطبيعتها بحلول ماي من العام المقبل هذا وقت عهد قادة دول مجموعة العشرين بفعل كل ما يلزم لضمان توزيع العادل للقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في توصيات قمة الكبار لم تتم أي إشارة إلى كيفية عمل هذه الدول ولا إلى الآليات العملية لسد العجز التمويل في جهود مكافحة الفيروس التاجي فيما أبدأ المستشار الألمانية أنجيلا ميركل قلقها حيال بطء المحادثات الهادفة إلى تزويد الدول الأكثر فقرا باللقاح ضد الفيروس الجارة الجنوبية في حداد لثلاثة أيام حداد في نواكشوت وهي تودع الرئيس الأسبق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله توفي عن سن تناهز 82 سنة وقد شغل عدة مناصب منها وزير الدولة المكلف بالاقتصاد في حكومة المختار ولد الده ووزير الانبياء والطاقة ثم الاقتصاد والصيد البحري في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولسيد أحمد الطاية في ملف الصحراء مدريد تدعو على لسان وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي وتعاون الإسبانية تدعو إلى حل سياسي وعادل لقضية الصحراء على أساس معايير الأمم المتحدة رئيسة الدبلوماسية الإسبانية جددت التأكيد على أن موقف مدريد بشأن هذه القضية تحدد وزارة الخارجية مشيرة إلى هذه النقطة مدرجة في اتفاق الحكومة حكومة الائتلاف التي تتشكل من الحزب العمالي الاشتراكي وحزب بوديموس نفس الدعم صدر في بلدان أخرى هنغاريا تجدد تأكيد على تشبتها الراسخ بالتسوية السلمية لقضية الصحراء في إطار الجهود الأممية كما تعكس ذلك سياسة المملكة المغربية تضيف هنغاريا فيما جمهورية هايتي تدعم هي الأخرى الوحدة الترابية للمغرب وتشيد بالتدخل السلمية لضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع إذن تدخل المغرب أمن حرية نقل البضائع والأشخاص في معبر القرقرات الحدودية المعبر شريان اقتصادي دولي يربط المغرب بعنقه الإفريقي ويصل إفريقيا بأوروبا قرار تحرير المعبر من عصبات البوليزاريو قرار صائب تجمع مختلف ردود الفعل المسجلة اليوم في الدخلة استقعها حسن لحماتي ونزار بوحوت بعد شيوخ وأعيال القبائل الصحراوي الذين أشادوا بفتح معبر القرقرات النخبة السياسية بالدخلة تتوقف عند أهم المكتسبات التي حققها المغرب بعد طرد ميليشيات البوليزاريو لم يكن هناك خيار من بعد استفاء ومن بعد جميع محاولات السلمية ودعوة أمين عام الأمم المتحدة لم يكن هناك خيار إلى التدخل وبذلك نحن كساكنة نثم من هذا التدخل الذي صراحة كان هناك تضرر بالنسبة للتجار وبالنسبة للساكنة والحركة حرية التنقل المدنيين استنكار وتنديد بما اقترفته عناصر البوليزاريو في حق المسافرين والسائقين من استفزاز وتهديد وهم يتنقلون من وإلى معبر القرقرات ضاربة عرض الحائط القانون الدولي وقرار وقف إطلاق النار توقفه كان خطأ كبير ما يلطب يتوقف لأنه ما هو مرتبط بالمغرب بحده هذا مرتبط بالمغرب ومرتبط بموريتان ومرتبط بالدول الإفريقية ومرتبط بالقارة كلها ونحن كمنتخبين وكجهة نثمنوا هذا التدخل اللي يقع بطريقة السليمة اللي ما فيه الحمد لله مشاكل ونتمنى إن شاء الله الخير المستقبل هذه البلاد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة ملك محمد السادس بعد تسلل عناصر البوليساريو يوم الواحد والعشرين من أكتوبر الماضي قامت بأعمال العصابات والتضييق باستمرار على عمل المراقبين العسكريين التابعين لبعتة المينورسو هذه المحطة محطة من المحطات الأساسية التي يجب أن يلتئم فيها جميع القوى الحية بالبلاد خلف مؤسستها وعلى رأسها المؤسسة الملكية اليوم الحمد لله رجعت الأمور إلى نصابها الحركة الإنسيابية رجعت هناك مجموعة من الإيجابيات على المتسوى التجاري الاقتصادي والإنساني كذلك كون المعبر لا نعتبره معبرا جهويا ولكنه معبر دولي جاء تحرك المغرب بمنطقة القرقرات بعد رفض الأطراف الأخرى الاستجابة لنداءات وتنبيهات الأمين العام للأمم المتحدة بمغادرة المنطقة وتجنب التصعيد نحن كساكنة وكفاعلين يعني نرحب به لأنه يعني سد المعبر كان يعني عنده ردود يعني والله إنعكاسات تدعيات سلبية بالنسبة يعني للخطوة كانت خطوة يعني تتسم بالاتزان تستسيم بالرزانة وهو يعني يعني نعتبره بمثابة يعني هندسة مدنية لا تدخل عسكري عودة النظامي وحركة تنقل الأشخاص والبضائع بالمعبر الحدود القرقرات لقيت ترحيبا كبيرا من قبل الفعاليات الجمعوية والسياسية هنا بجهة الدخل وددها هذا التدخل العسكري السلمي من قبل القوات المسلحة الملكية ينمو عن حصي المغرب على ضمان الاستقرار والأمن جنوب معبر القرقرات ارتبطت بصناعة الفخار طبعا يا أسفي عاصمة الخذف والخذف المسفيوي يعيش أزمة تستمر منذ أشهر بسبب الجائحة تراجعت مبيعات الفخار بشكل كبير جدا وروبرتاج من أسفي لجهان دبلالي يونس صباح ينفذ غبار الانتظار بعد ركود الحركة التجارية هنا بسوق الخذف بمدينة أسفي بوشعيد منقوش صنع تقليد منذ 30 سنة في زمن الجائحة ملامح الحياة الحرفية تغيرت عند هذا الصنع كمباق صناع الخذف اسمالينا هنا القيطة عم تدرر لواحد درجة كبيرة من الأيام الأولى دي الحزر الصحي فكلهم التجار والصناع وكلهم را كيعيشوا واحد لأزمة خانقة للأغلبية ديالهم دابرة غير قلسين ما كين لاموعين لتشيحها جاك في عقده السابع محمد ودودي ما يزال يوظب على فتح محله يوميا رغم قلة بل عدم الزوار فالأمل يحد هذا الصنع قصد تجاوز هذه الأزمة وعودة الرواج إلى سقبب الشعب أنا من الصبح ونقاذ ما بعتش ولو حاجة ديال تمياد ريال ما بعتاش ونرجل موسين وعندي دوايات كتار أنا نوريك الفاكتورات ديالهم ونوريك تكشيك والله غالب قبل من كورونا بخمستاش اليوم جبت السلعة هاي يمكنك رحنا يا ما كينش اللي قال لي يشعب فيها شي حاجة لو كان كين الوقت اللي كان ضطر اللي جا عندي شي حد نبيع لي واحد حاجة بقل من نص ثمان ديالها خير باش نشد هذي كين الفلوس ننقدي بيها شي قوي ريد ولا شي حاجة كانت من نور الفراش من عمد الله سبحانه وتعالى في انتظار عودة عجلة الرواج التجاري إلى أسواق الخزاف يبقى الصناع التقليديون يأملون في غد أفضل يمحو أثر الجائحة في الخبر الريادي أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم رئيس الاتحاد الافريقي الملقاشي أحمد أحمد أوقفه لخمس سنوات عن أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد مالية الغرفة القضائية في لجنة الأخلاقيات أدانت أحمد رئيس الكاف بخرق عدة مواد متعلقة بواجب الولاء بعرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى وإساءة استخدام المنصب بالإضافة إلى اختلاس الأموال كما غرمته مبلغا يصل إلى نحو 220 ألف دولار والخبر بالتفصيل في موعدنا الريادي مباشرة بعد ظاهرة مع مهتي إسوابن في الختام نذكر من بين أبرز ما شاء في ظاهرة الاثنين ثالث وعشرين نومبر دربة أمنية استباقية توقف ثلاثة مشتبه فيهم يشكلون خلية موالية لما يسمى بتنطيم داعش بمدينتي إنزجان وأيتملو لزعيم الخلية المفككة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية قام بمعية مشاركيه بمبايعة الخليفة المزعوم لتنظيم داعش قبل أن يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية بيذا نكون قد وصلنا إلى ختام عرض الظاهير الإخباري يمكنكم أن تتفضلوا بالولوش إلى موقع القناة أو تطبيق القناة ميدوزام لمزيد من أخبار على القناة الثانية الموعد الإخباري القادم أمازيغية في الثامنة والربعي مساء تلقاكم إحسان من بل في أفوسواء والمسائية في التاسعة والربعي ليلا مع زكريا إيت عبد المشيد إلى الغد بإذن الله